لم يحسم الجدل السياسي بين الكتل المصارعة على الحقائب الوزارية الشاغرة حتى الآن فبعد محاولات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إقناع الكتل السياسية بتقديم عدد من المرشحين لتلك الحقائب خلال جلسة البرلمان السبت رفعت الجلسة على أمل أن تكون الجلسة المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد لإكمال التشكيلة الوزارية مسؤول سياسي مطلع أكد أن الحوارات التي أجراها عبد المهدي مع قادة عدد من الكتل السياسية ومن ثم مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لم تحسم الجدل حول الأسماء المرشحة ويبدو أن الانقسام السياسي والخلاف حول الحصص الوزارية قد انتقل إلى داخل الكتلة الواحدة خاصة تلك التي انشطرت موقفها بين تحالفي الإصلاح والبناء والتي لها حصة بحقيبة معينة وفي هذا يؤكد المصدر المطلع أن حقيبتي الدفاع والداخلية استبعدت حاليا من الحوارات وأن الجهود تبذل لحسم ست وزارات أخرى وكمثال على تصاعد الصراع حول المناصب المتبقية يقول النائب عن كتلة الوطنية أحمد الجربة إن هناك 12 مرشحا لحقيبة الدفاع مبينا أن طرح اسمي عبدالوهاب الساعدي وطالب شغاتي غير دقيق لأن الحقيبة بالأساس هي من حصة ائتلاف الوطنية ضمن تحالف الإصلاح يأتي ذلك بينما تحدثت مصادر سياسي عن رغبة تحالف البناء بزعامة هادي العامري بضم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى التحالف بسبب الخلاف المستحكم حول حسم الحقائب الوزارية الشاغرة مع منافسه تحالف الإصلاح والإعمار الذي يرعوه مقتدى الصدر ويبدو أن الآمن قد يأخذ منحا أكثر تصعيدا مع مكشفته مصادر مقربة من تحالف البناء عن رسالة شديدة اللهجة بعث بها العامري إلى تلاف المحور الوطني مفادها بأنه سيقلب الطاولة عليهم في حال خروجهم من تحالف البناء وأن هذا الانسحاب يعني خسارة كل المناصب التي حصلوا عليها خلافة تتعمق يوما بعد يوم وصراعات المستمرة على هذا المنصب أو ذاك ليس بهدف بناء الدولة أو تقديم خدمة للمواطن العراقي بل من أجل زيادة النفوذ والاستحواذ على مقدرات البلد التي تتحكم بها طبقة سياسية صار ذكرها مقترنا بالفساد والفشل